اهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام الى الجزء الثاني من مسايا الدي دابليو ونناقش فيه الرئيس اللبناني مشيل عون يقوم بجولة خليجية تشمل الرياض وقطر في اول زيارة خارجية له بعد تسلمه منصبة هل سينجح في تطبيع علاقات لبنان بدول الخليج من جديد بعد خلافات العام الماضي اذا نقدم قراءة تحليلية لجولة الرئيس اللبناني مشيل عون الى كل من قطر ومن قبلها المملكة العربية السعودية ولكن بعد الموجز الاخباري والزميل عادل القدسي اهلا بكم شددت السلطات الافغانية من اجراءتها الامنية بعد سلسلة تفجيراتين استهدفة حأم وتفرق من البلاد خاصة كابل وقندهار والتي اوقعت 57 قتيلا ففي قندهار قتل 12 شخصا بينهم خمسة اماراتيين في اعتداء وقع خلال حفل عشاء رسمي في كبرى مدن جنوب افغانستان وتهمت سلطات وكلت الاستخبارات الباكستانية وشبكة حقان المتحالفة مع حركة طالبان بالوقوف وراء اعتداء قندهار فقرت الحكومة الالمانية تمديد مهمة جنودها العاملين في مالي غرب افريقيا في اطار جهود الامم المتحدة لحفظ السلام ووافقت برلين على زيادة عدد الجنود الالمان ليصل الى الف جندي اضافة لتزويد القوات بمروحيات وطائرات استطلاع بدون طيار ويتواجد في مالي حاليا قرابة خمسة عشر الفا ومائتي فرض من قوات حفظ السلام الاممية وتشهد المناطق الشمالية في مالي طرابات منذ فترة طويلة من قبل جماعات اسلامية متطرفة مثل تنظيم القاعدة تتواصل معاناة مئات اللاجئين الذين تقطعت بهم السبول في العاصمة السربية بلغراد وسط البرد الشديد وثلوج ودون مأوى مناسب او اي معونات حقيقية وكان هؤلاء اللاجئون يأمنون في مواصلة رحلتهم الى بلدان شمال اوروبا الا ان اغلاق الحديد من البلدان الاوروبية حدودها مامهم اضطرهم للبقاء في السربية وباقي دول البلقان وكان اللاجئان عراقيان قد لقيا حدفه مجرى البرد القارس في احدى الغابات في بلغاريا قبل بضعة ايام فقط نهاية الموجز نعود الان الى ديمة وضيوفها في الملف الثاني من مسائية الديتابليو اذا في اول زيارة خارج البلاد منذ انتخابه رئيسا للبنان توجه الرئيس ميشيل عون الى كل من السعودية وقطر ما نتج عن الزيارتين حتى الان رفع الحظر عن المساعدات العسكرية للبنان التأكيد على متانة العلاقات الخليجية اللبنانية الحديث عن عودة لبنان ربما الى الحضن العربي بعد اتهامه بالوقوع في المحور الايراني التصريحات اذا اختلفت ولكن نقاط الخلاف الرئيسية ربما ما زالت على حالها من ابرزها حزب الله الذي صنفته دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية بحزب ارهابي بداية لمحة على المشهد الاخير في العلاقات الخليجية اللبنانية وتحديدا مع الرياض في هذا التقرير ونبدأ من بعده النقاش متابع الرئيس اللبناني ميشيل عون في زيارة للرياض بعد ان مرت العلاقات السعودية اللبنانية بفترة برود وصل حد الازمة التدهور بدأ في يناير 2016 عندما امتنع لبنان عن التصويت على بيان لجامعة الدول العربية يدين الهجوم على السفارة السعودية في طهران واعلن ان موقفه هو النأي بالنفس خوفا على الوحدة الوطنية اللبنانية بعد شهر من ذلك ردت السعودية بوقف تسليح الجيش والقوى الامنية في لبنان بما قيمته 4 مليارات دولار وصنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله كمنظمة ارهابية وحضرت غالبية دول الخليج رعاياها من السفر الى لبنان توترات هددت مصير حوالي 750 ألف لبناني يعيشون في الخليج ويحولون لذويهم في لبنان حوالي 8 مليارات دولار في السنة أكتوبر 2016 انتخب الجنرال ميشيل عون رئيسا للبنان والسعودية واكبت الانتخابات من خلال إرسال وزير الدولة السعودي للشؤون الخليجية تامر السبهان الى بيروت فهل سينجح عون اليوم في تصفية الخلافات مع الرياض؟ ضيوفي في النقاش أرحب بضيفي من لندن الدكتور فواز جرجس الأكاديمي والخبير في سياسة الشرق الأوسط هو معي الآن من لندن وأيضا ننتظر أن يجهز الاتصال من بيروت سيكون معي الكاتب والمحلل السياسي السيد أمين قمورية دكتور فواز جرجس أرحب بك يعني بداية عون في الخليج قبل زيارة إيران وأيضا سوريا ما دلالت ذلك؟ دكتور جرجس هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال غير جهز بعد مع الدكتور فواز جرجس يبدو أنه لم يسمعني وأيضا أنتظر أن يجهز الاتصال مع السيد أمين قمورية لذلك مشاهدين الكرام إلى أن يجهز الاتصال مع البلدين دعونا نتذكر أبرز الخلافات التي جاءت بين لبنان وبين دول الخليج نتيجة لتدخل تحديدا حزب الله اللبناني في الأزمة السورية وجوده في سوريا هذا بالإضافة إلى اتهامه بأنه يتدخل في المشهد الداخلي اللبناني وأيضا هو ما يقرر السياسة الخارجية نعود ونذكر بأنه سيكون معي ضيفي دكتور فواز جرجس نحن نشاهد صراطه ولكن هو ليس موجود وأيضا سيد أمين قمورية للحديث عن أول زيارة خارج البلاد عم تسمعني الآن؟ دكتور فواز جرجس هل تسمعني؟ عم أسمعك أسمعك جيدا يا هلا دكتور فواز جرجس أسمعك جيدا يا هلا يا هلا أرحب بك من جديد والسؤال الذي طرحته على حضرتك بالطبع موضوعي هو هذه الجولة الخليجية التي كانت من الرئيس اللبناني سيد ميشيل عون هي جاءت إلى السعودية وأيضا قطر وبعد ذلك سينتقل إلى دول أخرى والسؤال هو لماذا الخليج قبل إيران وقبل سوريا؟ لأنه بالفعل في السنوات الأخيرة شابت العلاقات الخليجية اللبنانية أو السعودية اللبنانية بعض الشوائب هناك تباينات إذاء الملف السوري هناك حرب طاحنة تدور في سوريا لبنان بلد منقسم على نفسه المملكة العربية السعودية وصلت إلى نتيجة أن لبنان لا يدعم موقفها إذاء الصراع في سوريا ومن هنا هذه الشوائب وهذه التباينات أدت إلى نوع من تباين في المواقف وطبعا وقف المساعدات للجيش اللبناني صحب الهبة السعودية التي كانت مقدمة إلى الجيش اللبناني بـ 3 مليارات دولار هذه الزيارة مهمة للغاية أهمية هذه الزيارة علينا أن لا نبالغ في نتاج المادية لهذه الزيارة يعني الزيارات الرئاسية أو الملكية لا تملك عصى صحرية لا في البلاد العربية ولا في بلاد الأجنبية ما سوف تؤدي إليه هذه الزيارة بناء الثقة إعادة يعني تواصل الثقة بين القيادتين تحريك المياه الراقدة محاولة لمناقشة الملفات بين البلدين وطبعا هي خطوة مهمة للغاية معنويا وسياسيا لأن القيادة اللبنانية تريد توجيه رسالة في الداخل والخارج أن العلاقات السعودية اللبنانية والخليجية اللبنانية مهمة للغاية طيب ذكرت نقطة جدا مهمة عامل الثقة كيف بالإمكان إعادة هذه الثقة والنقاط الخلافية يعني على رأس حزب الله ما زال قائما الحزب ما زال متواجد في سوريا هو يتدخل في الأزمة السورية وهو يعني عامل رئيسي في دعم الرئيس السوري بشار الأسد أيضا الاتهامات له بأنه يتحكم بالدولة اللبنانية وأيضا مؤسساتها لا نرى ما الذي تغير حتى الآن ومن هنا السؤال ما الذي بإمكان الرئيس عون أن يقدمه للخليجيين للسعوديين للقطريين وغيرهم ومن أجل بناء أو إعادة بناء هذه الثقة ماذا بإمكانه أن يقدم يعني أولا أولا الحقيقة القيادات الخليجية بدأت تدرك جيدا أن لبنان الحقيقة ووضع اللبناني صعب ومعقد ومركب للغاية أن هناك خلافات جزرية في الداخل اللبناني وإذا تمعنا جيدا في خطاب القسم للرئيس اللبناني الجديد قال بالحرف الواحد أن لبنان سوف يحاول أن ينأ بنفسه عن الخلافات العربية العربية وهذه نقطة في غاية الأهمية تم القيادات اللبنانية بالفعل هناك نوع من النضوج السياسي في لبنان يعني أنا دائما ننتقد النخبة السياسية اللبنانية وعلينا أن ننتقد هذه النخبة في الأشهر الماضية بالفعل هناك نوع من النضوج محاولة لردم الفجوات محاولة الحقيقة للتعامل بجدية وشفافية مع انقسام المجتمع اللبناني العمودي والأفقي وأيضا إذا تمعنا في خطاب القيادة السعودية في اليومين الأخيرين القيادة السعودية قالت أيضا أنها تتفاهم الموقف اللبناني ولكن الرئيس عون الآن هو يمثل الشعب اللبناني هذه زيارة باسم الشعب اللبناني وطبعا كانت مواقف ميشيل عون في السابق حد إلى درجة معينة إذاء السعودية هذه الزيارة الحقيقة تحاول إرسال رسالة واضحة أنه يمثل الشعب اللبناني وأن اللبنان الحقيقة بحاجة إلى إعادة أواصر الثقة والتعاون الاقتصادي سنتحدث عن كيف تطبيق ذلك ولكن الآن انضم إلينا السيد أمين قرمورية أخرت علينا سيد أمين ولكن يا هلا بك عامل تقني ربما أرحب بك السؤال الذي يطرح الآن السيد عون أو العامل تعطل تقني السيد عون الرئيس اللبناني استقبل مستشار الأمن القوم الإيراني قبل أن يتوجه إلى الخليج كيف ينظر إلى هذه الزيارة لبنانيا؟ الدكتور فواججس قال هي جاءت أهميتها تكمن بإعادة الثقة بين البلدين كيف ينظر إليها لبنانيا؟ هل بنظرة إيجابية؟ هل هي رد جميل؟ ماذا؟ طبعا التركيبة اللبنانية الداخلية لا تسمح للبنان أن يكون خارج محيطه أو مده العربي وتحديدا الخليجي تعرفين تماما مدى العلاقات الموجودة بين اللبنانيين وبين الخليجيين واليوم عندما يكون مثل هذا التوافق الخاص في لبنان في الداخل إذن لابد من سياسة معتدلة في هذا الإطار طبعا هناك سباق أقليمي تحديدا بين الإيرانيين والسعوديين في الشأن اللبناني لكن أيضا هناك حاجة لبنانية ملحة لأن لا يكون بعيدا عن هذا الوسط أعتقد حتى حزب مثل حزب الله طبعا هو لا يحبز السياسة السعودية وهو مختلف تماما مع السياسة السعودية لكن مع ذلك لا يستطيع القول لحليفه وصديقه رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن فتح العلاقات مع السعوديين لأسباب كثيرة منها أن هناك قسم كبير من اللبنانيين لا يزال إلى قتله وطيد مع السعودية ولكن هل هي مشروطة هذه الموافقة هذه المشروطة سيد أمين لأنه صراحة عندما تقول أنه سوف يمارس سياسة معتدلة كيف سيوازن بين الحزب وإيران وبين المملكة العربية السعودية في السياسة الخارجية لاحقا صحيح هناك محاولة داخلية لبنانية بأننا سنحاول قدر الإمكان أن نبعد خلافاتنا الخارجية عن خلافاتنا الداخلية حتى تصقيم الأمور في البلد حتى لا يصل إلى الانفجار لكن بتقديري أنه عند المنعضفات الإقليمية الكبيرة مثل هذا التوتر سيعود يعني خاصة في المسألة السورية مثلا إذا عاد القتال إلى ما كان عليه أو عاد الخلاف إلى ما كان عليه وتحديدا أيضا الدور الإيراني إذا ما تنامى وكبير أيضا والساحة اللبنانية هي في العين في العين الإيرانية دائما وهنا ربما يعود الخلاف إلى ما كان عليه في السابق طبعا ما حدث اليومين الماضيين في هذه الزيارة لا شك أنها خطوة متقدمة لكن لا أحد يستطيع القول أن العلاقات التاريخية اللبنانية السعودية أو الخليجية كما كانت في السابق من المستحيل في هذه اللحظة بالذات أن تعود يعني لا يزال بالنسبة للسعودية أنها تنظر إلى لبنان من منظر حزب الله وخصوصا بسبب دور حزب الله في سوريا بسبب ما يتهم به بأن له دور في اليمن بأن له دور في البحرين وفي أماكن أخرى تنمثل مدى حيوي بالنسبة للسعودية فلذلك أعتقد أن هذه المسألة ستظل أشبه بصعك متفجر عندما يدات عليه يمكن أن يؤدي إلى ما يتهمه الانفجار لكن حتى هذه اللحظة أظن أن التوافق الداخلي اللبناني سيحاول قدر الإمكان حماية هذا التوجه وهذا الانفتاح القائم بين لبنان وبين السعودية الذي رأيناه في اليومين الماضي نعم المحيط العربي هو جدا مهم صراحة لبنان تأثر أيضا بهذا الموضوع سياسيا وأيضا اقتصاديا هذا أيضا ما ذكره الدكتور فواز جرجس وأتواجه إليك دكتور جرجس للحديث عن ما الذي تريده تحديدا المملكة العربية السعودية إذا كان هناك توجه معين لبناني الآن ما هو التوجه السعودي تجاه لبنان كان في البداية الاتهام بأن لبنان ينزلق إلى المحور الإيراني هناك من فسر أن الموافقة على هذه الزيارة أو اشتراط هذه الزيارة من ضمن الصفقة الإقليمية وأيضا الدولية لسد الفراغ الرئاسي ومجيء الرئيس ميشيل عون إلى الرئاسة هو وجود السعودية مجددا في الداخل اللبناني ما حاجة السعودية إلى لبنان الآن كي لا ينزلق في المحور الإيراني يعني هذا الصراع أيضا هل سنشهده لاحقا؟ سيتفجر بين لحظة وأخرى كما قال سيد أمين قموريا أم كيف؟ أولا السعودية ما تزال موجودة وكانت موجودة هناك فئة كبيرة من اللبنانيين ينظرون إلى المملكة العربية السعودية على أنها ليست فقط حليف تاريخي ولكن صديق وأخ كبير في المنطقة كما تعلمين ولكن هناك خلافات سياسية تباينات في المواقف للشرائح اللبنانية ما يحدث الآن أنا قراءتي المتواضعة تقول بأن النخبة اللبنانية وأنا عندما أتحدث عن النخبة اللبنانية أتحدث عن الفرقاء عن الأطراف عن الأحزاب عن القوى الرئيسية وصلت إلى قناعة بأن الوضع الذي كان موجودا في لبنان الفراغ الرئاسي الفراغ الحكومي الفراغ الاجتماعي والسياسي سوف يؤدي الحقيقة إلى انزلاق إلى انفجار كبير وهذا الاتفاق هذه الحكومة هي الحقيقة حكومة توافقية من قبل كل الأطراف وأعود للنقطة الرئيسية بالفعل يبدو أننا نشهد في لبنان نضوج سياسي نضوج سياسي مهم كل الأطراف وصلت إلى قناعة على أن الوضع المتفجر يعني منع لبنان من السقوط في الهاوية وخاصة أن الحرائق يعني المشتعلة في الإقليم يمكن أن تلتهم لبنان ولكن دكتير ومن هنا هذه الزيارة أنا أعتقد جزء لا يتجزأ هي زيارة مهمة ولكن مثلا هذا ما تحدثنا مع السيد أمين قامورية إذا عدنا إلى المربع الأول فيما يتعلق بالسياسة الخارجية يعني الأزمة بدأت أو تفجرت أكثر عندما تم استهداف القنصلية السعودية ليس كذلك في إيران وكان موقف لبنان لم يأخذ موقف كما سائر الدول العربية في الجامع العربية وبعدها ثارت ثائرة الرياض ما الذي سيحدث لو كان لبنان يعني في الوسط شيء حدث بين إيران والسعودية وقد يحدث ذلك في أي وقت نحن نعلم أن الملفات الإقليمية هي متفجرة كيف سيكون موقف لبنان هل سيكون هناك وعي وهناك يعني نضج سياسي لدى الأحزاب ولدى سياسة الخارجية أيضا ولدى الرئيس فأي موقف سيكون عندها دكتور جرجس ولا باختصار يعني هذا ما هذا ما حولت إيصاله إلى المشاهد العربي أن هناك نج سياسي أن هناك قناعة من قبل الأطراف اللبنانية على تحييد لبنان لبنان بحاجة أن ينأ بنفسه عن الصراعات ليس فقط العربية العربية ولكن أيضا الإيرانية العربية على حماية الأمن اللبناني على حماية الاقتصاد اللبناني وهذه الزيارة الحقيقة تعطي انطباعا بأن هذا التوافق بدأ يعطي ثماره وهذا لا يعني أبدا كما ذكرت أن الأوضاع يمكن أن لا تسوء في المنطقة يعني هناك صراع طاحن في المنطقة هناك حرب باردة جديدة طاحنة تدور هذه الحرب في الشوارع العربية كانت في سوريا أو في العراق أو في اليمن في ليبيا ولكن يبدو أنا قراءتي ويمكن أن أقول مخطئا أن الأطراف اللبنانية الرئيسية بما فيها حزب الله والتيارات الأخرى تيار دولة الرئيس عبد الحريري وتيار ميشيل عون وصلوا إلى قناعة بأن هناك حاجة ماسة إلى حماية لبنان وبدء التواصل يعني دفء التعاون مع المملكة العربية السعودية ومع الأطراف الأخرى أنا لا أستغرب إذا قام الرئيس ميشيل عون بزيارة إلى إيران في الأشهر أو السنة القادمة هذا ممكن نعم سيد قاموريا يعني النائب النفس هل هو النائب النفس عما يقوم به نعم هل سنائب نفس عما سيقوم به حزب الله أو السياسة التي يعتمدها السياسة العسكرية له إن كان في سوريا أو في أماكن أخرى يعني مثلا حزب الله نحن نعلم أنه موجود على لائحة أو مصنف إرهابيا لدى المملكة العربية السعودية وأيضا الدول الخليجية هذه الزيارة هل سينتج عنها مثلا يعني فك هذه الصفة عن الحزب فقط لأنه سيكون في المشهد السياسي في الحكومة وفي مجلس النواب وهو إرهابي بالنسبة لهم مدام حزب الله في سوريا مدام حزب الله يدعم ما يسمى المقاومة اليمنية مدام حزب الله يدعم ما يسمى المقاومة في البحرية وغيرها في المناطق أعتقد أن الفيتو والخضر السعودي سيظل قائما وحزب الله أكد أنه سيظل في سوريا وفي الزيارة الأخيرة للمسؤول الإيراني في لبنان علاء بوجوردي أكد مرة أخرى أن وجود حزب الله في سوريا قائم ومستمر لذلك أعتقد أن هذا المسائل هذا الخلاف الكبير سيظل قائم وطبعا أعتقد أن إيران ستظل حريصة على أن يكون لها الكلمة الفصل في لبنان خصوصا أن لبنان مجاور لسوريا المفيدة وأن لبنان مجاور لأحد أبرز منصات الصراع العربي الإسرائيلي في حال كان هناك صراع عربي إسرائيل أو لا يزال مستمر فبالتالي هي لا تريد أن تتخلى عن الورقة اللبنانية وتريد الإمساك بها بشتى الوسائل وطبعا لم تنظر بعين الرضا إلى أي تقدم سعودي في لبنان أو لحلفاء السعودية في لبنان بدليل أن قانون الانتخابات مثلا محور الأساسي مثل هذا القانون هو كيف يمكن نقل الأكثرية النيابية من مكان إلى آخر في المقابل أيضا أعتقد أن السعودية أيضا لا تنظر بعين الارتياع إلى هذا الوجود الإيراني وهي صحيح أنها لم تغب عن لبنان لكن بفترة من الفترات وخاصة في الآوين الأخيرة انكفأت إلى حد كبير وبالتالي اليوم عندما تعود هي تراهن على أن أي ابتعاد لحليف حزب الله الأساسي الذي صار اليوم رئيسا للجمهورية وصار يقول أن رئيس كل اللبنانيين هو مكسب بشكل أو بآخر للسياسة السعودية بمعنى أنه أي ابتعاد لرئيس الجمهورية عن حزب الله فهذا مكسب طبعا من المستحيل اليوم بالقول أن هناك يمكن أن يكون انفصام أو انفصال بين الرئيس الجمهورية وبين حزب الله لأسباب كثيرة ريهنات الخارجية لا تزال قائمة في لبنان صحيح أن اللبنانيين أظهروا في الآوين الأخيرة أنهم حريصون أنهم يريدون يتكلمون عن وحدة البلد لكن علينا أن لا ننسى أن هذا الطاقم السياسي هو نفسه الذي جرى لبنان إلى الحروب في الماضي وهو نفسه الذي جرى لبنان إلى المهاترات السياسية القائمة ولماذا لا يكون هو نفسه الذي يمكن أن يقود لبنان مرة أخرى إلى هاوية جديدة لذلك أنا لا أعتمد كثيرا على حرص المسؤولين اللبنانيين بقدر ما أقول أن هناك نوع من التوافق الإقليمي الدولي على تحييد لبنان في هذه الفترة وربما العلاقة السعودية الإيرانية غير المباشرة المسجدة هي أحد تجليات هذا الأمر بالطبع ربما سنشد ذلك في الملف السوري عام قريب دكتور فواج جورجس أيضا من ضمن التحليلات حضرتك ذكرتها ولكن أريد أن أفصل قبل أن ينتهي الوقت فيما يتعلق بما يأمله اللبنانيون تحديدا من عودة الأمور إلى نطاقها الطبيعي بين لبنان وبين دول الخليج وتحديدا السعودية وقطر من ناحية الاستثمارات من ناحية فك التجميد الاتفاقية المساعدات العسكرية وأيضا المادية للبنان كل ذلك هل هذه الأمور مبالغ فيها هل بالفعل السعودية أن تنقذ لبنان الآن أو حتى قطر أو غيرها يعني العودة إلى النقطة الرئيسية لهذه الزيارة لا يمكن لهذه الزيارة ولأي زيارة أن تكون بمثابة عصى صحرية العودة يعني إعادة الدفع إلى العلاقات خطوة متقدمة للغاية هذه الزيارة اقتصادية بامتياز يعني إذا سألتيني عن أهم الملفات ملف العمالة اللبنانية ملف الاستثمار السعودي والخليجي في لبنان وملف السياحة لأن لبنان بلد الحقيقي يعتمد إلى درجة كبيرة على قطاع السياحة ولكن كما نعلم تماما أن هذه الملفات سوف تأخذ وقتا طويلا لتنفيذها وأيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مادية في الآوين الأخيرة وأنها ليست بصدد الحقيقيقي كتب شيكات على بياض ونعرف تماما ما حدث في العلاقة السعودية المصرية أيضا لأن هناك تباينات إزاء الملف السوري السؤال الرئيسي الآن السؤال الأكبر من سؤال لبنان هناك بالفعل الوضع في الإقليم انهيار النظام الرسمي العربي هناك حرب باردة طاحنة تدور في الشوارع العربية الخلاف الإيراني العربي وخاصة الخلاف الإيراني السعودي وخلاف جوهري ما لم يتم التعامل مع هذه الحرب الباردة أو هذا الصراع الإقليمي أنا أعتقد كل الملفات سوف تكون مرتبطة وعلينا أن لا نبالغ في إمكانية هذه الزيارة لتنفيذ أو لتفعيل المشاريع الاقتصادية الكبيرة في لبنان سيد أمير القمورية أيضا تعليق لو سمحت على هذه النقطة لأنها جدا مهما لكل اللبنانيين ينتظرون انفجاء انفراجة اقتصادية على الأقل هل تتفق مع نفس الموقف مع الدكتور فواز جرجس أم لديك قراءة أخرى بدقيقة لو سمحت أوافق أوافق تماما أوافق تماما ما قاله الدكتور فواز لأن اليوم كنت أحدث مع مسؤولين سعوديين هنا كان باقة اللبنانية كانت تتحدث عن اتفاق على إعادة تحريك مسألة الهبة السعودية لجيش اللبناني يعني بحسب المسؤولين السعوديين هناك وعد بالتحريك وليس هناك اقرار بالتحريك وأعتقد أن الملفات الثانية طبعا نظرا للأوضاع الاقتصادية القائمة والمالية في المملكة لا يمكن للمملكة اليوم أن تكون كما كانت في السابق اليد المفتوحة على الصعيد المالي لكن أظن وقد بدأ هذا الشيء يحصل هو بمجيء السياح السعوديين إلى اللبنان وطبعا أيضا هناك مسألة مهمة جدا وهي العمالة اللبنانية في الخليج اليوم بمثل هذه العلاقات تستطيع أن نحمي إلى حد ما هذه العمالة المقيمة في الخليج والتي ترسل إلى لبنان للكميات لا بأس بها من الأموال وهذا ما يساعد اللبنانيين في التحديد شكرا لك سيد أمين قمورية أشكرك أيضا دكتور فواز جرجس وجودكما دائما مهم بالنسبة لنا شكرا لكما مشاهدين الكرام الشكر لكم كانت معكم ديمة ترحيني تحياتي اشتركوا في القناة